اصلنا الثمانية وخمستاش ندقيقة لو سهلا بكل ما التحق بينا في الاستماع توت سويت نعمل وطلع على اهم المواضيع المطروحة في الصحافة تونسية الصدر اليوم لربع ووحدة وثلاثين اكتوبر الفين وثمانتاش حل الجريدة حلنا الجريدة واللي نبدوها بجريدة المغرب عنوان كبير بالاحمر تونس انتصرت على الارهاب ولكن بعض تونسيين لا يعرفون كيف ينتصرون نمشيوا الى جريدة الصباح صفحة ثامنة بعد مرور يوم على تفجيرها نفسها بقلب العاصمة تسريح او والدي مونة قبلة وهذه حقيقة نقولها حبوب الكابتاجون على كل نكمل مع نفس الموضوع المطروح في جريدة الصحافة جريدة الصحافة عنوان كبير بالاحمر الى متى نحارب عدو لنراه ينام بيننا ونعلم بوجوده هذا يا شون اللي قالت جريدة الصحافة في هذا الموضوع نتعادل الى جريدة الشروق اللي اختارت عنوان او اختارت التابع الموضوع الذئاب المنفردة تعود الانترنت طريق الى الارهاب تحقيق صفحة 10 وصفحة 11 كيف نلقى وزادة خاص بجريدة الشروق الارهابية اقامت بجواره لمدة 72 ساعة ومكالمات هاتفية غيرت مخطط مقر الامن بباب سويقة كان هو الهدف نلقاوها في صفحة 13 من الجريدة شوفوا انو حكيت عليها على ساعة الحادية وثلاثين دقيقة الى ساعتين ونصف قبل تمضيذ العملية الارهابية خرجت الارهابية مونال جبلي من نزل محاذن منطقة الامن الوطني بباب سويقة ثم دخلت الشارع علي بالهوان علي بالهوان متجهل للشارع الجمهورية المعروف باسم البساج لتسل امام المسرح البلدي اين كان هناك سيارة في انتظارها لتقوم بارتداء حزام ناسف وتفجير نفسها مع الماضي ساعة وخمسة وخمسين دقيقة الفضيحة كما تقول الشروق اختارت الارهابية كما قلنا مونال جبلي نزل محاذن منطقة الامن الوطني ببسويقة وقامت ثلاثة يام مقابل اربعة عشر دينار ليلة الوحدة وكانت تتنقل برفقة عنصرين اخرين ونظمت لقاء معهم في مقهب القرب من المقر الامني ولم يتم تفطن اليها رغم انه غرفتها كانت تشارك غرفة المسؤول الامني نفس الحائط معناها بنتهم حيت كهو وتقول الشروق وانه على اثر الكشف عن هوية الارهابية يتم محسرة النزل ودخول لغرفتها بحثا عن دليل جديد يساعد في الكشف عليها النزل اللي هو دخلوله يلقاه رجل كبير موجود غاديكا يقول وانه سأله على تكفى اللي قال بربعة عشر دينار فقط ويقول زادة محدث وانه المتصل يعاني من بعض المشاكل بسبب اقامة الارهابية في النزل يقول وانه احنا امورنا قانونية خذت بطاق تعريفها امورنا قانونية ويقول زادة وانه اقامة الارهابية قال لحد الحراس في تصريح الشروق وانه الانتحارية كانت انتوائية ولا تتواصل مع اي شخص تلبط منه في احدى المناسبات مساعدتها للوصول الى القصبة مذيفا وانه وجهها ويقول وانه رجعت بسرعة ولكن في حالة غير طبيعية ولم تجيب عن سؤال وانه اسألها عن سبب عودتها بهذه السرعة المقر الامني حسب مصادر جريد للشروق تقول وانه الارهابية اختارت نزل محاذ لمطقة الامن باب سويقة وحسب المعلومات الولية فانه كان من المتظر ان تفجر نفسها امام المقر الامني ولكنها تراجعت وقت لعلمات الارهابية بانه المنطقة مدججة بالسلاح وهناك وحدات امنية تتمركز على مستوى الباب الرئيسي وقامت بالتقاط صور للمكان مؤكدا مؤكدا لهم انه يصعب دخولها تم تغيير المخاطط من قبل الارهابية وتم دعوة الارهابية لتواجد في شارع الاحبيب بورجيبة واستغلال حرك احتجاجي ضد ابناء المؤسسة الديوانية لاتهم واربع منهم بيتلقى رصاص على كل هذية تقريبا مجريات اللي صارت تعالى العملية في جريدة الشروق حسب مصادر الشروق بطبيعة الحار الارهابية مونجبلي 30 سنة قامت في نزل محاذن متقبل بسويقات نقل 3 مرات فقط كرة الليلة الواحدة ب14 دينار هذية اهم العنوين المطروحة في صحفتنا التنسيح نواصل بعد الفاصل